أعاوز أتكلم في نقطة محددة باتشيكو وكارتيرون باتشيكو المدير الفني نادي الزمالك اللي هرب في فترة من الفترات وتم التعاقد معه مرة أخرى كارتيرون أيضا اللي هرب من الزمالك ورح لنادي التعاون السعودي فجئنا اللي هو بينهي تعاقده مع نادي التعاون وحضر إلى القاهرة والأنباء المؤكدة زي ما كلكم عارفين أن كارتيرون سيكون قائدا أو مديرا فنيا لنادي الزمالك خلال الفترة القادمة وبالتالي باتشيكو النهاردة في المؤتمر الصحفي سأل سؤال وقال أنا الأول في الدورة الممتاز لعبت 21 مباراة خزمت في مباراة واحدة أتغير لي قال أنا مساعدة بكرة حاكم في التمرين وبكمل معه في الايتي قال كمال أنا طلبت أكثر من مرة أني لعيبة أو أكثر من لعب ينضم إلى فري نادي الزمالك لكن لا حس ولا خبر وبالتالي أنا بتسأل النهاردة نيابة عن جمهور نادي الزمالك من المسؤول عن اتخاذ القرار لو تم إقالة باتشيكو والاستعانة بكرترون بدل منه طبعا باتشيكو في شرط جزائي 75 ألف دولار وخزينة نادي الزمالك بتأن الخزينة بتأن هنجيب منين كنال هذه الفترة كلامة قال إن في مفاوضات مع الراجل إن هو يجزء أو يتم إن هو ياخد جزء من مصحقاته بعد كده ياخد جزء تاني لكن الراجل النهاردة في المؤتمر الصحفي كان صريح كان واضح قال محدش كلمني خالص محدش كلمه خالص أم الكارترونج القاهرة لي كارترون وصل للقاهرة لي تالما محدش كلمه وباتشيكو النهاردة موجود وعنده مباراة مهمة جدا أمام الترجي التونوسي ولسه فرص الزمالك كبيرة جدا في المعترك الإفريقي على رغم من هزمته من الترجي بثلاث أدف مقابل هدف في المباراة الأخيرة الزمالك عنده مباراتين على أرضه مع الترجي في متوانجيس السنغالي وبعد كده عنده المباراة خارجية مع مولودية الجزائر وبالتالي فرص الزمالك ما زالت قائمة فهل التغيير في الوقت الحاضر مفيد لنادي الزمالك ولا قرار هيبقى يعني فيه إعاقة كبيرة جدا لمسيرة الفريق خلال الفترة القادمة هنسيب الساعات القليلة القادمة هي اللي تجاوب عن هذا التساول طبعا كارترون طلب يكون معاه مدرب أحمال برتغالي موجود معه فينا للتعاون لو ما كانش هيكون عصمة اللي كان موجود معه فينا للزمالك واشتغل معاه في ولاية الأولى موجود كمان كابتن سامي شيشيني لكن كابتن سامي أبدأ اعتذاره عشان ارتباطه بالتحليل وكانت نسامي دلوقتي بيحب يكون الرجل الأول أو الرجل الأول بعد تجربته في نادي أسوان وإن لم تكلل بالنجاح أمير عبدالعزيز هو الآخر أدي طبعا أدي قدامنا أدي كارترون وأدي باتشيكو اتنين ثعالب اتنين كبار في عالم التدريب لكن زي ما قلت لحضراتكو الإطاحة بباتشيكو والإسعانة بكارترون في الوقت الدية ده حيكله تبعياته في استقرار لنادي الزمالك وخلينا أقول لكم والأمر إلى الله كارترون خلال الفترة الماضية كان على دراية كاملة بكل ما يحدث داخل فريق نادي الزمالك وأنا بقول لكم كلامه دايما لما أقول كلمة بيبقى مصدري مؤكد وكان عن طريق أحد اللاعبين داخل نادي الزمالك وأنا بحتفظ بإسمه لكن كل ما يخص فريق نادي الزمالك كان بيبقى عنده علم عندي كارترون واحد يقول لي طب كارترون مرة في نادي الزمالك قبل كده كان موجود مصطفى محمد موجود وناك من دلوقتي مش موجودين مع الفريق هل ده حيأثر؟ أيوة حيأثر على ولاية كارترون القادمة لكن يعني أنا أتمنى الاستقرار التام لأحد قلاع الرياضة المصرية نادي الزمالك اشتركوا في القناة